سلام عليكم يا ربي دايما تكونوا بقال في خير صدور الفراغ بنعمل منها وصفات كتير مختلفة ومتنوعة وبتكون بمكونات بسيطة وسهلة وبتكون معانا طرية وجوسي جدا وصفتنا النهاردة حنعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة تنفع للوجبات الخفيفة وسريعة جدا في تحضرها وهنعمل ليها أحلى حشوة هتاكلوا صوابعكم وراها أحلى وأطعم صدور فراغ بجد هتعمليها ومشوية كمان في الفرن أتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا في القناة لو لست جداد على القناة واتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة وقبل ما ندخل على الطريقة زي كل فيديو لازم نستمي ونصلي على الحبيب المصطفى معايا كيلو من صدور الفراغ بتكون متقطعها بالشكل ده يعني بصمكة خين ممكن تشتريها بنفس التقطيعة أو تقول للراجل اللي بتشتري منه يقطع حالك بالشكل ده هو بيقول عليها تقطيع تشيش يعني لما تيكي تشتريها أقول له قطع علي الصدور شيش يا إما يقطع حالك بصمكة خين هامل لها فتحات بالطول بس مش للآخر هي بتكون عميقة شوية عشان لسه ححشيها وده شكلها زي ما انتو شايفين نحضر التدبيلة معايا بصلة كبيرة مبشورة ناعب أنا محتاجة ميتها بس والتفلة حستخدمه في باقي الوصفة حاجب مصفة وبتجي أضغط عليها كويس لحد ما نزل كل المية اللي موجودة فيها ومعايا معلقة كبيرة من السياسوس معلقة كبيرة من دبس الرمان بالنسبة للتوابل معايا ربع معلقة صغيرة من الزعتر ربع معلقة صغيرة من بهارات الفراخ ربع معلقة صغيرة من الزنجبيل ربع معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من الخل وربع كباية من الزيت ومعلقة صغيرة من التوم المفروم بخلط التدبيلة حلوة جدا وأشوفها محتاجة ملح تاني ولا لا أنا بصراحة بحب أقلبها بإيديا ما بقتنعش بتقليب المعلقة زي أمهاتنا لما كانت تعمل الأكل وتقلبه بإيديها وتشتغل كل حاجة بإيديها دلوقتي هبتجي أجيب الصدور وبتجي أتبلها كويس جدا من الفتحات ومن جوة ومن بره عشان تتبل حلوة وتتشرب من التدبيلة ممكن تتبلي الصدور بقبليها بليلة أو ممكن تتبليها من الصبح بادري أو تقبلي الأكل بساعة عشان تتبل حلوة وتشرب من التدبيلة وفي نفس الوقت يكون طعمها زي العسل ولو مستعجي عليها قوي ممكن تشتغل فيها على طول بس أنا بفضل بصراحة إن اكتسبيها شوية في التدبيلة أغطيها واركنها على جنب ونحضر الحشو معايا تفل البصل اللي كان موجود معنا اللي أخدنا منه المياه ومعايا جزء من تدبيلة الفراخ اللي تتبلنا بيها الصدور جزرة مبشورة أنا بشرتها بالمبشرة وحاخد منها معلقة كبيرة لأني لسه هعمل بيها شوية روز ومعايا فلفل ألوان ممكن تكتفي بنوع واحد بس أتبلها بشوية ملح وفلفل أسود فقط لغير ما تزوديش توابل تاني ومعايا نص لامونة هبتجي أعصرها وبعد كده أخلط الحشوة كويس أنا هبتجي أدعكها بأيدي عشان الحشوة تختلط ببعضها وبعد كده كده الحشوة جاهزة معنا والصدور جاهزة معنا هنبتجي نحشيها أنا هجيب الصنية اللي هعمل فيها الصدور هبتجي بس أحط الصدور واشوفها هتاخد الأربع صدور معايا ولا لا بعد كده هبتجي أحشيها وحوريكو الحشوة ازاي أنا بعتذر عن الإضاءة الإضاءة مش حلوة ومش مبينة الصورة كويس جدا بس بصراحة الصدور بالحشوة طعمها زي العسل وشكلها طحفة جدا بدأنا نحشيها بالشكل ده هفتح الفتحة كويس وابتدي حشيها الحشوة دي بصراحة أحلى كمان من الصدور طعمها زي العسل وممكن تستخدميها في وصفات تانية كتير أنا أخدت منها معلقتين مع باقي الجزر المبشور وحنعمل بيهم شوية رز زي العسل حشيت الصدور بالشكل ده وحبتجي أرصها ومعايا باقي التدبيلة حبتجي أحطها على الوش ما تزوديش مية ولا تزودي أي حاجة بعد كده هجيب ورق ألمونيا حبتجي أغطيها كويس عشان أحبس البخار اللي هيساوي معايا الصدور أنا مسخن الفرن جدا بعد كده حدخلها الفرن على درجة حرارة عالية جدا لمدة عشر دقايق وبعد كده ههد النار على درجة حرارة ميتين وسبع لحد ما تستوي هي ما أخدتش معايا في الفرن حوالي نص ساعة وآخر عشر دقايق أنا شلت الورق الفويل وولعت الشوية الوش أخد لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وعملت جنبها شوية رز بباقي الحشو اللي كان معانا وشوية الجزر وحطيت عليها شوية زعفران خليت لون أبيض ولون أصفر وقطعت جنبها شوية طماطم وخيار وبصراحة شكلهم طحفة جدا والصدور مستوية وزي العسل وده الشكل النهائي بسم الله ما شاء الله بتمنى منكم انكم لو عجبتكم الوصفة دي تجربوا الصدور بالطريقة دي وبصراحة هتعشقوها دايما على طول هي سريعة جدا في تحضرها ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة واتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة أول بأول ترجمة نانسي قنقر